نظم مكتب دائرة الثقافة بدبل حصن في الحديقة العامة فعالية عروض الدماء وتأتي سلسلة عروض الدماء ضمن الاستراتيجية الثقافية للدائرة من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتعد هذه الفعالية التي تجوب أحياء المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة تجسيدا للرؤى الثقافية التي تنتهجها الإمارة كونها منارة للثقافة والفنون الإبداعية وصديقة للطفل تأتي سلسلة عروض الدماء ضمن الاستراتيجية الثقافية لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية ممثلة بمكتب دبل حصن والمنبثقة من الرؤى الثقافية لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الإمارة حيث تجوب هذه العروض مختلف مناطق ومدن منطقة الشرقية وتستهدف الفعالية من خلال ما تقدمه لجيل المستقبل وإيمانا بدور القوالب الفنية كالمسرحيات والفنون الإبداعية التأثير بإيجابية في نفوس الأطفال قدم محرك الدماء أحمد بركات عرضاً مسرحياً تدور أحداثه حول القيم الاجتماعية السائدة في مجتمعاتنا التي لا بد من تعزيزها لدلجيل الحالي كذلك صاحب العرض استعراض شخصيات كرتونية ومسابقات ثقافية تفاعل معها الأطفال بكل سرور وسعادة فضلاً من التقاط الصور التذكارية إلى فعالية أخرى مشاهدين حيث نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بمدينة خورفكان فعالية المعسكر البيئي الجبلي الذي يأتي ضمن مبادرة حملة التوعية البيئية التاسعة نتابع هذا التقرير ولا نعوده نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية فرح خورفكان المعسكر البيئي الجبلي ضمن مبادرة حملة التوعية البيئية التاسعة لمرتادي المناطق الجبلية التي تسعى للحفاظ على الجبال وثرواتها الطبيعية ومعالمها البيئية نحن في هذا المخيم البيئي الجبلي هدفنا إلى توعية الجيل الناشئ وصغار السن بشكل تطبيقي إلى كيفية المحافظة على المناطق الجبلية حيث قمنا في هذا البرنامج بتنظيف وإزالة رسومات من على الجبال كما احتوى هذا البرنامج على مجموعة من الأركان من المؤسسات المشاركة ومنها الدفاع المدني حيث استمع الجمهور إلى طرق الأمن والسلامة وأيضا مشاركة من نادي خور فكان ومشاركة من مدرسة أمامة في الفقرات وأيضا ركن هيئة البيئة حيث احتوى على مجموعة من الصخور الجبلية والنباتات الجبلية مبادرة الهيئة البيئة والمحمية الطبيعية مبادرة مميزة تتكلم كثير عن مرتادي المناطق الجبلية في المناطق الشرقية خاصة عندنا في خور فكان وكل بودبة تعرف الجمهور أيضا عن النباتات الموجودة وكيفية الحفاظ عليها وكيفية محافظتها أيضا أثناء ارتيادها هناك فعاليات مميزة أيضا من داخل مشاركات متميزة أيضا بعض الدوائر الحكومية بخصوص هذه الفعالية نعتقد أكثر شيء هي توعية مميزة أيضا وتثقيف للناس بشأن المحافظة على البيئة الجبلية والنباتات الموجودة فيها وأيضا كيفية ارتيادها بصورة أمثل تضمن المعسكر معرضا توعويا وورشات متنوعة لنشر الثقافة البيئية في المحافظة على الكنوز الطبيعية وصون المناطق الطبيعية من العبث والتخريب البشرية اليوم يا يا جدام البحر عشان أرسم الطبيعة الجبلية جدام الطبيعة الصجية فلازم نحقق هدف أن نحن نحافظ على البيئة ونحافظ على الأماكن اللي لازم نقط الأشياء المخلفات بالمكان المخصص تعلمت من هذه المعرض وعيد أشياء عن البيئة مثلا تسلق جبل ما أقص نباتات ولا ألون على الصخور عشان ما تخترب البيئة ومثلا ديانة سياح وتسلقوا هذه الجبال وشافوا مثلا هذه الرسومات بيقولوا هذه المدينة مهملة للبيئة فنحن لازم نرتب البيئة في هذه المدينة وتعمل هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على مكافحة التلوث والحفاظ على الممتلكات البيئية وتنوعها الحيوي إذن مشاهدين ما زلنا مستمرين معكم ويعد التصوير عالما واسعا يعيش من خلالها المصور لحظات قد تأخذنا إلى بعد آخر تنقل لنا مشهد جميل ودقة تفاصيل لهذا المشهد فيبدع من خلالها وكذلك يمكن للمصور أن ينقل لنا رسائل مهمة من خلال الصور التي يلتقطها ضيفنا اليوم عشق التصوير الفلكي نقل لنا جمال الكواكب والنجوم وسحرها من خلال أعماله يسعدنا أن نرحب بالمصور الفلكي يوسف القاسمي يوسف مساك الله بالخير مساك الله بالنور والسرور وانا شاكر لكم على حسن الاستضافة نحن شاكرين لكم الصور الجميلة التي تلتقطها يوسف دائما التصوير هو عالم جميل بالمشاهد التي تجسد أو تخلد وقت معين من الزمن نعود لهذه اللحظات في وقت آخر لكن التصوير الفلكي هذا عالم ثاني مختلف في جهد في دقة في إبداع في يمكن انتظار وقت معين حتى تلتقط هذه الصورة حدثنا عنه يوسف نعم صحيح هذا المجال هو مجال واسع ومجهول بالنسبة لنا في البداية نحن كمصورين أو كهوال التصوير الفلكي نجد مصاعب كثيرة في هذا المجال نجد مصاعب من ناحية الوقت من ناحية الجهد من ناحية كذلك المال لتوفير المعدات هذه فهذا المجال استهواني لأنه مجهول في المنطقة العربية في المنطقة العربية نحن ما نجد كثير من المصورين العرب فشفت أن هذا التوجه جميل وتخصص جميل وتخصصت نمعا ما مثل ما أقول في التصوير الليلي والتصوير الفلكي اللي قدرت من بعض المعدات أني أحقق بعض النتائج الطيبة الحمد لله واللي الحمد لله دخلنا فيها في مشاركات الأخيرة في المعارض العالمية نعم في آخر معرض شاركت فيه إكسبوجر لهذا العام المشاركة بحد ذاته في هذا المعرض هو إضافة للمصور وجودك بين الهواء المصورين والمحترفين أيضا هذه فرصة لتبادل الأفكار وتبادل حتى الرأي في الصور المأخوذة سواء من قبلك أو من قبلهم حدثنا عن هذه المشاركة نعم صحيح أختي المشاركة في مهرجانكس بوجر كان حلم بالنسبة لي من ثلاث سنوات تقريبا حاولت سنة وعقب سنة لأن حليت القطع الناقصة كانت فيني وهي ترجمة الصورة إلى أعمال فنية أحيانا صورتك ما تكفي أنها من تتوصل لهدف معين لازم تترجمها إلى صورة فنية أو صورة جميلة توصل هدف وتوصل رسالة إلى المشاهد لما يشاهد هذه الصورة فالحمد لله وكذلك جمعية الإمارات للفلك ساعدتني في تحسين من المستوية في التصوير الفلكي وقدرنا من خلال أيضا جمعية الإمارات للفلك في المشاركة في مهرجان التصوير الدولي إكس بوجر في الشارقة وأيضا الحمد لله تمكت من المشاركة أيضا في اتحاد المصورين العرب بصورة لمجرات درب التبانة من قمة جبل شمس في أعمال بالمناسبة هذا الجبل أو هذه الأشجار الموجودة في هذا الجبل هي صعبة الوصول إليها ونحتاج كثير من الجهد والعناء والصبر كيف وصلت لها يوسف؟ نتوقع كانت في تحديات نعم تحديات كثيرة الجبل هذا أول شيء بارد طول السنة نحتاج مواقيتهم عينة لما وصلنا للشجرة هذه تقريبا بعد هايكينج ومسير تقريبا قرابة الساعة تقريبا انتظرنا بزوغ مجرد درب التبانة لما طلعت مجرد درب التبانة طلعت في الاتجاه اللي نحن ما كنا متخيلينه فاضطرينا في لحظات بسيطة نغير الكاميرات نغير الزوايا عشان نقدر أن تكون مجرد درب التبانة في موقع منوسب من الصورة لتعطيها جمالية أكثر وعمق أكثر لو المخرج ساعدنا يحطنا صورة مجرد جبل الشمس هذا عشان المجرد توصل لهذا المكان في المنتصف تقريبا استغلقنا حوالي الليل بطولة لأن حركة النجوم أيضا هي ظاهرية مثل الشمس والقمر ولكنها بطيئة لأن النجم صغير صحيح فهذه كثير من المصاعب وكثير من التحديات جبل الشمس بارد بارد جدا أنا من سبوعين حاولت أني أوصل هناك وأصور الثلوج اللي تساقطت في منخفض بينون الماضي سوى تراكمات للثلج في قمة جبل الشمس كيف توقع هذه الصورة السابقة؟ هذه كانت من منطقة الشويب شمال مدينة العين هذه لمسارات النجوم وهذه أيضا صورة سديم الثرية أو عنقود الثرية وهذه أيضا صورة سديم الجوزاء أو سديم الجبارة أو الصياد له الكثير من المسميات وهو من أكبر السدم اللي نقدر نشاهدها بالعين المجردة وهي واضحة خلال التلسكوب هذه جدا جميلة هذه أيضا مجردنا مجرد درب أو عفوا مجرد المرأة المسارة هذه كيف تم التقاطها يوسف؟ هذه الصورة تحتاج أو نسميها تصوير مسارات النجوم الصور هذه تحتاج كاميرا واسعة مثل اللي تشاهدونها أمامكم كاميرا مثلا يعني عدستها فيها واسعة هي نعم ونوجه الكاميرا باتجاه نجم الشمال نجم الشمال سبحان الله لسبب ما يعني الله وضع هذا النجم في شمال محور دوران الأرض فظاهريا نشوف النجم ما يتحرك فلما نوجه الكاميرا عليه لمدة طويلة تجازج الساعة أو الساعتين تتحرك النجوم حوالي بهذه الطريقة هذه الطريقة الدائرية لذلك نحصل على مسارات النجوم مثل ما نقوله كل ما زادت الوقت كل ما كانت النتيجة أجمل وأجمل لها اسم معين هذا التصوير؟ نعم نحن كعرب نسميها مسارات النجوم هي حركة النجوم وبالانجليزي مشتهرة باسم الستار تريلز نعم ففعلا يعني في الأولى الأخيرة كنت أشوف هذه الصور الجميلة لهذه المسارات لكن بهذا الجمال تحتاج إلى تركيز إلى توقيت معين يوسف هل خذ منك هذا النوع من التصوير الدراسة لعلوم الفلك؟ ولو بيجانب بسيط حتى يعني تعرف مواقية هذه الحركات أو تحركات الفلكية بالنسبة للنجوم للكواكب؟ نعم كلامك صحيح أختي الهواية هذه أو دخولي للهواية هذه ومحاولة تطوير مستوي في التصوير الفلكي يدفعك دائما في البحث عن معلومات عميقة موضوع مواقية النجوم هذا موضوع جدا مهم في التصوير الفلكي يعني مثلا الحين نحن في أشهر الشتاء في فبراير ما يصير أني أسير لمكان بعيد أضرب خط طويل عشان أصور مجرد درب التبانة مجرد درب التبانة تطلع في فصل أو في بدايات فصل الصيف فمواقية النجوم تفرق معايا في تخطيط الجرم الفلاني مثلا الصور التي استعرضها أخو المخرج مثلا سديم الجبار المجرات هاي هاي كلها لها مواقية معينة تطلع في فصل معينة عن تك جدوى المعين هي نعم جدوى المعين وأيضا في صورة التقطتها لزخة الشهب التوأميات في ديسمبر الماضي في صحراء أبوظبي هذه جميلة هذه هي نعم هذه الصورة التي يقولكم عنها التي هي لمجرة هاي أما هذه الصورة هي زخة شهب التوأميات لو المخرج يثبت عليها الصورة بس هذه الزخة من اعتبر الأقوى في السنة قرينا من الأخبار أنه يسقط حوالي 200 شهاب في الساعة الواحدة فقلنا لأخي كنام يعني مش منطقي كيف 200 شهاب في ساعة وحدة فتوجهنا أنا وصديقي سالم الصوافي هو أكثر مصورين داعمين لي وساعدني في دخولي لهذه الهواية توجهنا لصحراء أرزين صحراء بعيدة بين بوظبي والعين قريبا من ليوة وجهنا كاماراتنا باتجاه السماء على ما نحصل شهاب أو زخة أو منا مناك يعني هو كان في محظل صدفة هي نعم بس شو نحن لكن سعيت اختارنا الوقت نعم اللي هو ذروة زخة شهب التوأميات اللي في شهرة نعيش وما أبالغ لو قتلك نحن شفنا أكثر من الرقم هذا اللي وصفوا تقريبا حوالي 250 إلى أكثر من هذا الرقم كنا في الدقيقة الواحدة انشاهد تقريبا حوالي 5 إلى 6 شهب فالصور اللي تشوفونها اللي ظهرت من شوي هذه كانت أغلبها كرات نارية والكرة النارية اللي في المنتصف نعتقد أنها كانت نيزة لأنها نورات السماء وكل أهل اللي مارات شافوها وكذلك في سلطانة عمان ونعتقد أنها سقطت في شمال بحر أبوظبي نعم هذه صورة زخة شهب التوأميات لأن الصور جدا جميلة فعلا وهي لوحة كأنها لوحة مرسومة هذه تأخذ مكم من الوقت يوسف حتى أن تثبتون هذه الكاميرات دقة الوقت في التصوير نعم كلام سبب يمكن حتى العدسة الثانية هذه أتوقع هذه عدسة أيضا يمكن لبعيدة المدى هي نعم الكاميرتين اللي تشوفونها قدامكم هذه الكاميرا متخصصة أو أعفوا نحاط عليها عدسة أو المجال الواسع هذه نصور من خلالها مجال الدرب التبانة مثل من صورة جبل شمس زخات الشهب اللي شفتيها من شوي وكذلك نصور مسارات النجوم أما الكاميرا الثانية هذه وضع عليها عدسة 200-500 تقدرين تصنفينها نفس التلسكوب نفس التلسكوب تقريبا لأنها بعدها كبير جدا وهذه العدسة اللي تلتقط من خلالها صور المجرات البعيدة والأجرام السماوية العميقة نحن نسميها تصوير العميق للسماء بالإنجليزي يعرف بتصوير الديب سكاي فأنا حاول أني أربط بين هالمجالين وأتقدم وأحصل على صور جميلة مثل اللي شاهدته ما شاء الله صور جميلة وقدمت ورشة في إكسبوجر نعم أنا سعت أن مهرجان إكسبوجر أتاحوا لنا الفرصة في تقديم ورشة أنا من الزمان في خاطريني أقدم ورشة وساعد أخوان لأنه حرام هذه المعلومات كثير من الناس أو كثير من الصدقاء المصورين يبوني ألقي ورشة في هذا المجال الحمد لله مهرجان إكسبوجر ساعدونا ودعمونا فوق ما أنهم دعمونا في مشاركتنا باسم جمعية الإمارات للفلك ومشاركة أخواني المصورين الفلكيين وخلال هذه الورشة ساعدني صديقي المصور الفلكي تميم التميمي هو أستاذي ما شاء الله عليه ومتخصص في التصوير العميق للسماء وتصوير الكواكب فقدرنا من خلاله نلم المجالين هذين اللي هو تصوير الأطار الواسع وتصوير العميق للسماء بأفضل حلوة وصلنا المعلومة الحمد لله كان الحضور طيب ولاقينا استحسان من الجرائد المحلية والإعلام اللي كان يغطي إكسبوجر في أشارك الورش والمشاركين كانت ورش مميزة بالعروض المقدمة أيضا الورشة كيف كانت أصداءها يوسف كيف كانت تفاعل المشاركين أنت على الصعيد الشخصي كيف كانت إضافة بالنسبة لك وأنت كنت تتمنى تشارك في هذا المهرجان في البداية دعيني مثلا أغير صيغة السؤال نحن في جمعية الإمارات للفلك هدفنا تبسيط مفهوم الفلك لعامة الناس نحن لما دخلنا أو أغلب المصورين في جمعية الإمارات لما دخلنا هذا المجال للأسف واجهنا صعوبة في إيجاد معلومة واجهنا صعوبة في شخص مثلا يعلمنا يقولنا الكاميرا هاي مات من فاع مثلا الطريقة الفلانية كان فيه اجتهاد منكم هي نعم تعبنا وكل المعلومات اللي نحصلها باللغة الثانية اللغة الإنجليزية طبعا لما تجد معلومة باللغة الأم أفضل بكثير صحيح بعض المعلومات وصور وكيف نحن نلتقط هذه الصورة فهذا هو هدف جمعية الإمارات للفلك نعم نعم إذن يعني